السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة سارة للعلوم والتكنولوجيا في هذا الفيديو سنتعرف على برماجية مجانية تساعدنا على تجربة ومحاكة الضارة الكهربائية البسيطة ونستعملها بواسطة الحاسوب وتسمى هذه البرماجية بكروكوديل كليبس لنجربها الآن سنختار اكترس أما السيمبولز سنختارها لاحقا تتكون الدار الكهربائي البسيطة من أربعة عناصر وهم العنصر الأول والبطارية العنصر الثاني والمسبع العنصر الثالث وقاتل التيار العنصر الأخير وأسلاك الرط لنجرب المشروع عندما نغلق الضارة الكهربائية البسيطة يضيء المسبع عندما نفتحه لا يضيء المسبع عندما نضغط على زر التمسح نسمح لنا أن نمسح العنصر ويمكن أن يأكله هذا هو زر الدفعي هو أيضاً من قاتل التيار هذا هو أيضاً من القاتل التيار لنجربه عندما نضغط عليه يضيء المسبع عندما نطلقه لا يضيء المسبع يجرب هذا العنصر أوه فهمت الآن هذا العنصر يتحكم في شدة إضاءة المسبع هكذا الآن تعرفتم كيف تصنعون الضار الكهربائي البسيطة بواسطة كروكوديل كليبس يمكنكم تصنعها أيضاً سواء كان في كروكوديل كليبس أو كان واقعياً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة